من فوائد لا حول ولا قوة إلا بالله استمعوا لهذه القصة وقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله ذهب عوف ابن مالك الأشجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن ابن مالك ذهب معك غازيا في سبيل الله ولم يعد فماذا أصنع؟ لقد عاد الجيش ولم يعد مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عوف أكثر أنت وزوجك من قول لا حول ولا قوة إلا بالله ذهب الرجل إلى زوجته التي ذهب وحيدها ولم يعد فقالت له ماذا أعطاك رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عوف قال لها أوصاني أنا وأنت بقول لا حول ولا قوة إلا بالله ماذا قالت المرأة المؤمنة الصابرة؟ قالت لقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسا يذكران الله بقول لا حول ولا قوة إلا بالله وأقبل الليل بظلامه وطرق الباب وقام عوف ليفتح فإذا بابنه مالك قد عاد ووراءه رؤوس الأغنام ساقها غنمة فسأله أبوه ما هذا قال إن القوم قد أخذوني وقيدوني بالحديد وشد أوثاقي فلما جاء الليل حاولت الهروب فلم أستطع لضيق الحديد وثقله في يدي وقدمي وفجأة شعرت بحلقات الحديد تتسع شيئا فشيئا حتى أخرجت منها يدي وقدمي وجئت إليكم بغنائم المشركين هذه فقال له عوف يا بني إن المسافة بيننا وبين العدو طويلة فكيف قطعتها في ليلة واحدة فقال له ابنه مالك يا أبتي والله عندما خرجت من السلاسل شعرت وكأن الملائكة تحملني على جناحها سبحان الله العظيم وذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره وقبل أن يخبره قال له رسول صلى الله عليه وسلم أبشر يا عوف فقد أنزل الله في شأنك قرآنه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله باله أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا اعرف أن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من تحت عرش الرحمن وهي دواء لتسعة وتسعين داء أيسرهم ملهم حتى إذا نويت نشر هذا الكلام إنوي به خيرا لعل الله يفرج لك بها كربة من كرب الدنيا دواءي شكرا